اشتركوا في القناة في منزلة الرشا منزلة الرشا اجمالا هي منزلة ايجابية تنفع للعلاج والارباح والربح والسلامة والصلاح والاصلاح بين الناس اما وجود القمر في الحوت فهذا الحاله له تكوين عام علينا كلياتنا تلعب بالنحية الروحية دور بيرز في هاي الفترة منشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين بنتدمر وبنكشف عن متاعبنا للغير بنجد صعوبة في اتخاذ القرارات الحاسمة قسم كبير من الفاشلين عاطفيا بنزوي على جنب وبدرف الدموع بعيد عن اعين الاخرين وقسم كبير ايضا من الموظفين بتغيب عن عمل ونتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة بنقع في حبال الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم او عيادة مريض زيارة مريض يعني وشراء الزهور واقتناء الالتصوير طبعا كل توقعاتنا احنا حساباتنا ساعاتنا كلها على توقيت جرينيج يعني مثلا الاردن بتزيد ساعتين عن توقيت جرينيج سوريا ساعتين عن توقيت جرينيج فكل دولة بتزيد على حسب موقعها او بتنقص على حسب موقعها بالنسبة لزوايا الفلكية اللي رح تتشكل مع القمر هذا اليوم عنا اول زاوية فلكية اللي هي زاوية اقتران بين القمر ونبتن رح تكون تقريبا بعد منتصف الليل 15 دقيقة يعني 12 و 15 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيج هاي الزاوية بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد على مشاعرنا او على تنسيب العقل اكثر بالنسبة للزاوية الثانية برضو تسديس ايجابي بين القمر وزحل فبتكون هاي تقريبا بحدود الساعة 10 و 42 دقيقة ظهرا هاي الزاوية نصبح اكثر قدرة على تنظيم امورنا وشؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية بالنسبة للزاوية الثالثة اللي رح تصير وهي تقريبا بحدود الساعة 12 و 38 دقيقة عصرا هي زاوية تسديس برضو ايجابي بين القمر وبلوتو بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغيير المطلوب بالنسبة لبرج الحمل بسيطر عليه التعب لليوم الثاني على التوالي يعني اللي بشعر باعراض غير اعتيادية يتوجه للفحص والعلاج خذوا قصد كافي من الراحة تحظى بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وبتتجاوز مخاوف ما الها اي اساس برج الثور بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا في لقاء الاصدقاء منكم من يشارك في مناسبة سعيدة علاقة صداقة او اجتماع اصدقاء بتكون جيدة وبسودها التقدير والثقة المتبادل اما بالنسبة لبرج الجوزاء يوم مناسب لمن يبحث عن عمل او يرغب في ادخال تعديل على طبيعة عمله بتعزز العلاقة مع المسؤولين بتحظى بالشعبية وبتكون كل اعمالك سهلة وميسرة وممكن تحقق من خلالها نجاح شخصي برج السرطان كونوا اكثر صبر ووعي على الطرقات خاصة اثناء قيادة السيارة بين المدن تشعروا بقوة العاطفة عندك احلام بالسفر والقيام بمشاريع كبيرة برج الاسد بتنشغلوا في اعادة تنظيم امور كل مالية من جهة ثانية فرصة لمكسب مالي من شراكي او تعويض لكن من جهة اخرى ثم نفقات متصاعدة بزيد اهتمامك بالاشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية برج العذراء تتركز جهودكو حول تعزيز شراكتكم الاجواء مشجعة يوم مناسب لاتمام خطبي او زفاف او توقيع عقد علاقتكم الزوجية او العائلية او مع الشركاء يسودها الانسجام والتوافق برج الميزان بتراكم العمل لديكم انتبهوا جيدا الى صحتكم نظموا واجباتكم الغذائية وخذوا قصة كافية من الراحة تجدوا سهولة في تطبيق اعمالكم الروتينية او المنزلية برج العقرب تجتازوا بصورة عامة فترة ايجابية تشعروا بقوة الحظ عاطفيا وماليا بوسعكم شراء ورقة يا نصيب هاي فترة وفيرة بالحظ وبتقوي علاقاتكم العاطفية وبتعرف فترة من البهجة برج القوس ينصب اهتمامكم حول ادخال تعديل على مساكمكم او الاهتمام بامور بيتية تجدوا تعاون من افراد العائلة تعرف حياتك العائلية فترة من الراحة والبهجة برج الجدي بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات كونوا اكثر صبرا اثناء قيادة السيارات داخل المدن علاقتك اليومي وتنقلاتك بتكون ممتعة وبتستفيد في علاقتك مع المحيط برج الدلو ثم فرصة لمكسب مالي يكون على الاغلب من عمل اضافي مع ذلك احذروا النفقات المتصاعدة تعرف سهولة في اعمالك اليومية وفي الحصول على الاموال والارباح برج الحوت ثقتكم بانفسكم كبيرة وانت اليوم اكثر نشاط حيوية من قبل بوسعكم السيطرة على زمام الامور والدفع بمصالحكم تقضي فترة من الهدوء السكينة والطمأنينة على المستوى النفسي ايك بنكون انتهينا توقعتنا لهذا اليوم والله اعلم في النهاية سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك الى اللقاء